السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل بكى الشيطان يوما ما؟ ويا ترى ما السبب الذي جعل إبليس يبكي؟ توعد إبليس عليه لعنة الله بأنه سيستمر في إغواء البشرية وخاصة عباد الله الصالحين كما ذكر ربنا في قرآنه حكاية عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وحكى المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال حكاية عن إبليس أيضا حينما قال إبليس يا رب وعزتك وجلالك لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فأجابه الله قائلا وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني هذا إبليس الحاسد الذي أراد أن يغوي الأمة بكل هذا العناد والفجر بكى بكى نعم بكى من أي شيء بكى إبليس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قول الله تعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بكى إبليس عليه لعنة الله إبليس بكى لما نزلت آية الرحمة آية المغفرة آية التوبة آية الرجاء التي تفتح باب تجديد العلاقة بين المزنب والعاصي وبين ربه سبحانه وتعالى زيدوا إبليس بكاء وزيدوا إبليس حصرة بتوبتكم واستغفاركم مهما كان الذنب ومهما كانت الخطيئة التي نقع فيها ومهما كانت المعصية كبيرة أو صغيرة نعص بها الله سبحانه وتعالى عد إلى ربك واستغفر ربك وسيفتح لك باب المغفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا أذنب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي قال الله عز وجل عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي يعاقب به ويعاقب عليه يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم كرر الذنب في السالسة وقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء رحمة الله واسعة الله أحن علينا من الأم بولدها لكن بشرط جدد التوبة وجدد الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تصر على ذنب أبدا حتى لا تكون من أهل الويل والعقاب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون لكن هل هذا هو الموقف الوحيد الذي بكى فيه إبليس الإجابة لا إنما بكى إبليس في مواقف أخرى منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تل العبد السجدة يعني آية فيها سجدة التي تدعو الإنسان للسجود لله سبحانه وتعالى إذا تل العبد السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجت فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت أي عصيت واعترت فلي النار وقيل أنه بكى أيضا عندما نزلت صورة الفاتحة كما قال سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزلت الفاتحة رن الشيطان أي بكى الشيطان تعلمون أن الشيطان بكى بسبب أنكم تستغفرون الله بعد كل ذنب فأكثر من الاستغفار والتوبة فالله يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نرجو منكم مشاركة هذه الفيديوهات وهذه الحلقات لكل الناس لعلها تكون سبب لفائدة أحدهم أو نفع أحدهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا هذا الحديث أبدا الدال على الخير كفاعله وانتظرونا في حلقات أخرى مع غريب القرآن والسلام